في مؤتمر صحفيين للإعلان عن نشطة والبرامج التي تعتزم الهيئة العامة للشباب تنظيمها لعام 2017 أعلن أمير سر مجلس إدارة الهيئة فيصل لدوهيس عن حزمة من الفعاليات يبلغ عددها نحو 150 برنامجا ونشاط ستقام بمراكز الشباب التابعة للهيئة خلال أشهر الثلاثة الأولى من العام الجديد شباب عن انطلاق خطة البرامج والأنشطة للفترة من شهر يناير 2017 لغاية شهر مارس 2017 عدد البرامج إن شاء الله ستكون ما يقارب 150 برنامجا موجهة للشباب من الجنسين ويكافة الفئات العمرية البرامج هذه ستكون إن شاء الله في مراكز الشباب المنتشرة في محافظات دولة الكويت وتهدف إلى استغلال طاقات الشباب كما تهدف إلى تمكين الشباب واستثمار طاقاتهم